قبل انطلاق العملية الانتخابية في جمهورية افريق الوسطى يقتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام البورنديين فيما يترقب سكان دارفور في السودان انتهاء مهمة بعثة يوناميد الأممية من الإقليم ومغادرتها للبلاد نهاية العام الحالي في وقت تعهدت السودان بنشر قوات أمنية هناك يشتد الخطر في جمهورية افريقيا الوسطى قبل انتخابات رئاسية وتشريعية سبقتها محاولة انقلاب من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي فيقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام البورنديين على أيدي مسلحين مجهولين تعلوا أصوات المعركة الانتخابية في افريقيا الوسطى فيرتفع معها منسوب الخطر ذلك الخطر الذي بدأ يشعر به سكان مخيمات اللجوء في دارفور السودانية والسبب اقتراب انتهاء مهام البعثة المشتركة يوناميد بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري مخاوف متعددة أولاها المجموعات المسلحة التي قاتلت أكثر من سبعين شخصا من بينهم مزارعون ونازحون بين يوليو وسبتمبر من عام 2020 بحسب منظمة العفو الدولية تواصل المنظمة حديثها عن الشعور بالخطر الذي يراود سكان مخيمات دارفور وتؤكد ان ما لا يقل عن ثمانية وسبعين شخصا اصيبوا في هجمات مسلحة في هذه الفترة بينما كانت المنازل والأسواق تتعرض لمحاولات نهب وحرق تنهي يوناميد مهامها بعد اتفاق جوبا للسلام الذي أنهى سنوات عجاف على سكان دارفور لكن الاتفاق نفسه لم يستطع حتى الساعة أن يحصل على توقيع جيش تحرير السودان فصيل عبدالواحد نور الذي تسبب بدوره في نزوح أكثر من ثمانية آلاف شخص في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر من عام 2020 بحسب المنظمة الدولية للهجرة وإن كان فصيل عبدالواحد لم يدخل في عملية السلام فأن اتفاق السلام بحد ذاته لم يدخل حيز التنفيذ بعد ولم تشكل بعد المفواضيات المعنية بالنازحين المنصوص عليها في الاتفاق وبالتالي يبقى مصير النازحين معلقا يزداد الخوف عند النازحين في مخيمات اللجوء في دارفور فينظم عددا من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بعدم إنهاء أعمال البعثة لكن التمانيات لم ترتقي لقرار أممي بالتمديد قلق تحاول الحكومة السودانية تبديدة عندما تعهدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف فرد لكن خطوتها لم تطمئن النازحين الذين يعتبرون أن القوات الأمنية السودانية فشلت بحمايتهم في الأشهر الأخيرة بحسب منظمة العفو الدولية القليقة من فراغ أمني وعواقب وخيمة على أهل دارفور في زمن يعيش فيه السودان مرحلة انتقالية تؤسس لبناء دولة قائمة على وضع حد للخلافات الداخلية وإعادة تموضع على الخريطة العالمية هناك في دارفور خطر يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وللحد تكثر حول هذا الموضوع أشركوا معي في هذا الحوار عبر سكار من لندن السيد علي هندي مسؤول وحدة الدراسات الأفريقية في مركز التقدم للسياسات ومعي من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية السيد محيد دين محمد الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أهلا وسهلا بكما إذا نبدأ مع السيد علي من لندن سيد علي تعرض القوات الدولية المتواجدة في مناطق مختلفة حول العالم لعمليات القتل هل يكون سببا كافيا يدفع لانسحاب قوات حفظ السلام من هذه المناطق وهل هو السبب أيضا الذي وقف وراء انسحاب القوات الدولية من دارفور السلام الرحمن الرحيم شكرا لك والإضافك الكريم أتصور أن المسألة الأمنية ليست بالدرجة الأولى هي الدافع وراء قرارات المنظمة الدولية أو قوات حفظ السلام كما نعرف أن قوات حفظ السلام وستراتيجية قوات حفظ السلام مرت بعدة مراحل منها ما يعرف بالقوات المشتركة وهي قوات أفريقية أممية ذلك أن التفويض الذي كان يمنح لقوات الأممية لم يكن كافيا لكي يستطيع من وجهات حلول لجذور المشاكل المتواجدة فيما يختص ودارفور وهذا يمكن يعود أيضا بناء الحديث عن المهام التي أوكلت قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى والتي كان من ضمنها أيضا نزع السلاح من الفصائل المختلفة التي كانت تتصارع في إسراء الذي اندلع عام 2013 لكن عندما نذهب إلى دارفور ونحاول أن نسقط هذا الأمر في دارفور نجد بأن كما ذكر تقريركم العباء التي تتحملها قوات الأممية كانت قوية جاءًا كانت السودان يعني هناك أيضا تواجد لقوات أفريقية مشتركة في أفريقيا في الجنوب بالتالي انهكت المساعي الأممية وكان في محاولات لإنهاء مدة هذه القوات في العام الماضي لكن طلبت الحكومة السودانية الجهات أخرى أممية بالليل يقع عليها حتى معرفات ما سيمكن تتوصل إليه اتفاق الجبا وما يمكن أن يتوصل إليه في محاولة يعني حل حالة مشاكل السودان إذن بالحديث عن هذه الاتفاقيات وعن هذه الأوضاع في السودان أنتقل إلى ضيفي سيد محيد دين محمد سيد محيد دين هذا الانسحاب انسحاب القوات المشتركة من دارفور يعني سيقوم أو سيحدث فجوة وفراغ كبير في الناحية الأمنية في هذه المنطقة يعني هل من الممكن أن نقول أن الأمن السوداني قادر على سد هذه الفجوة وعلى التعامل مع التحديات التي ستأتي بعد انسحاب هذه القوات نعم أتوقع ذلك أولا لأن يونميد طوال فترة أيضا كانت تحدث انتهاكات في مناطق مختلفة من قبل حركات المسلحة وهذه الحركات جلها الآن وقع على اتفاقية السلام وصار جزءا من الحكومة وستكون قوات هذه الحركات جزء من القوة المشتركة التي قوامها 12 ألف جندي مقسومة 6 ألف لكل طرف الحكومة 6 ألاف وكذلك الحركات وهذه الحركات لها وجود داخل المعسكرات المختلفة وبالتالي يقدر لها أن تكون أقرب لوجدان المواطنين من النازحين في هذه المعسكرات المختلفة ينمد نفسها كانت هناك تحفظات على أدائها كانت في أكثر الأوقات تطلب حماية القوات الحكومية لها في تحركاتها وكانت هي نفسها تتعرض للهجمات وبالتالي لا يمكن القول أن وجود يونمد كان باعسا للأمن والاستقرار فيها طوال الفترة الماضية بشكل كبير صحيح هناك أصوات تطالب ببقائها ولكن المعطيات على الأرض تقول أن الحكومة الآن بدأت ترتيبات لخروج يونمد معلوم أن القرار سينهي ولاية في 31 من هذا الشهر ولكن عملية الانسحاب ستأخذ حوالي 6 أشهر ستكون هناك عملية تسليم وتسلم بين بأسة يونمد والحكومة السودانية وكذلك بين البعثة والبعثة الأممية السياسية التي تم تشكيلها والتي تسمى يونيتامس وبالتالي أنا أعتقد أن القوات النظامية قوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع الحركات المسلحة قادرة على سد هذه الفجوة التي ستحدث بخروج من المعصد سيد محيد سوف ننتقل إلى تقرير الآن فبعد نحو شهرين على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة قرار مجلس الأمن يمهد لسحب البعثة التي بدأت عمالها في عام 2007 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1769 بدأت مهمة يوناميد أعمالها في إقليم دارفور في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2007 الهدف من وراء البعثة المشتركة ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان حماية المدنيين من دون المساس بمسؤولية وسيادة الخرطوم على الإقليم الذي يشهد توترات مسلحة ومن أهداف البعثة أيضا تيسير وصول المساعدة الإنسانية الأممية وضمان سلامة وأمن موظفي وكالة الإغاثة العاملين في دارفور بعثة يوناميد كانت وسيطا بين الخرطوم والحركات المسلحة غير الموقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووفقا للأمم المتحدة تضم البعثة أكثر من ستة آلاف عنصر ما بين عسكريين واستشاريين وموظفين مدنيين إذن بعد النظر على هذه المعلومات أعود إلى السيد علي سيد علي قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على مجلس الأمن أن يمدد في بقاء هذه القوات قوات حفظ السلام في دارفور ستة أشهر على الأقل وذلك بأسباب أو بحكم قولهم أن هذه القوات تقوم بعمل تقاعسة قوات الأمن الحكومية عن حماية المدنيين في الأشهر الأخيرة كيف ينظر مجلس الأمن إلى مثل هذه الدعوات وهل من الممكن أن يكون هناك عودة في مثل هذه القرار وتمديد لعمل هذه اللجان أو هذه القوات المشتركة في دارفور والصور المتحدة عندما وافقت في الاتجاه وما يسمى بقوات المشتركة وعطت الاتحاد الأفريقي صلاحيات أكبر في التحديث عن هذا الأمر هي أبقت على وضعها في المنطقة وضعا تهنيكيا أكثر ما أنه وضع مدعوم بسند داخلي يعطيها الحق أو على قل يمنعها الحق لكي تستطيع أن تكون جزءا في الحملية هذا كان واضح من خلال الحديث عن أن رحيل قوات المميد أو ربط رحيل هذه القوات باتفاق توقيع السلام في جوبا هذا كان واضح بأن المتحدة تحاول أن تقلل من مهامها في السودان تحاول أن تحصر المسؤوليات في داخل السودان وتحاول أيضا كانت مدعومة بقرار سوداني داخلي يحاول أن يتولى أمور الداخل لكي يستطيع من أن ينهي أو لنقل يواجه استحقاقات خارجية كالديون الخارجية العملية البنكية الرفع الرفع كل هذه الأمور كانت تطلب من الحكومة السودانية وبالتالي الحكومة السودانية كان عليها أن تخرج بوعود للمجتمع الدولي بأنها قادرة على تولي هذا الأمر بغية الخروج من العزة هناك بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية خصوصا فيما يخص دارفورد السيد محيد دين الاتفاقيات السلام مع الجماعات المتمردة كما أشرت في البداية قامت الحكومة بمثل هذه الاتفاقات والتي سيكون لها بالتأكيد دور كبير في حفظ السلام لكن لازال هناك بعض الجماعات المتمردة في هذه المنطقة ولم تدخل في هذه الاتفاقيات إلى أي مدى ستكون عامل فوضى في هذه المنطقة صحيح هذا الأمر وارد بشكل كبير جدا معلوم أنه خلال الشهرين الماضيين كانت هناك عمليات قامت بها مجموعة عبدالواحد محمد نور في منطقة جبل مرة وأثر هذا على استقرار المواطنين بشكل واضح جدا كذلك هناك مجموعات متفلتة والصراعات تحدث بين الرعا والمزارعين في دارفور هذا الأمر تاريخيا كان موجود حتى قبل اندلاع الأحداث في دارفور في العام 2003 بالتالي يتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير لكن أعتقد أن السبب والدافع الذي جعل مجلس الأمن يتخذ هذا القرار هو التقارير المتواترة عن استقرار الأوضاع بشكل كبير عن هدوء الأوضاع وعدم حدوث انتهاكات كبيرة في ولاية دارفور هذا مؤشر مهم جدا مراقبة المجتمع الدولي للنشاط الذي تقوم به مجموعة عبدالواحد محمد نور سيكون عاملا حاسما في هذا الجانب وكذلك الخطوات التي تقود الحكومة في محاولة الجلوس مع فصيل عبدالواحد محمد نور لتسوية الخلافات والدخول في عملية السلام تالي هذه المعطيات يمكن بشكل كبير جدا أن تسهم في تقليل حدوث هذه الانتهاكات ولكن لا أتوقع أنها تتوقف بشكل كامل خلال فترة نعم سيد محيد دين محمد الباحث فشون الأمنية والاستراتيجية كنت معي من الخرطوم لك جزيل الشكر شكري امتد لضيفي في لندن السيد علي هندي مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز التقدم للسياسات شكرا لكم إذن نهاية ملفنا الأول فاصل قصير نعود بعده لمناقشات الملف الثاني من حلقة الارتداد شرقا ابقوا في الجوار